اشتركوا في القناة اتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد للكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي احد حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو هتفيدكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ نبدأ بالسؤال الاول اخترى الاجابة الصحيحة واحد الى اي مجموعة في الجدول الدوري ينتمي عنصر السيليكون SI14 من خلال عدد الذري الى السيليكون بنوزع الالكترونات 284 اذا ينتمي الى المجموعة الرابع لان عدد الالكترونات التكافئ يساوي 4 فاذا ينتمي الى المجموعة الرابع السؤال الثاني ما العنصر الذي ينتمي الى المجموعة السادسة في الجدول الدوري ستكون عدد الإلكترونات لهذا العنصر عدد إلكترونات التكافؤ يساوي 6 سنشوف نوزع التوزيع الإلكتروني لجميع العناصر الموجودة ونشوف العنصر لعدد إلكترونات التكافؤ تساوي 6 عنصر الألمنيوم توزيع الإلكترون 2,83 وعنصر الفسفور 2,85 وعنصر النيتروجين 2,5 وعنصر الكبريت 2,86 إذن الإجابة هي دا العنصر الكبري السؤال الثالث كم إلكترون يحتوي العنصر القلوي في مستوى الطاقة الأخير له؟ عناصر المجموعة الأولى هي العناصر القلوية إذن العناصر القلوية في مستوى الطاقة الأخير لها تحتوي إلكترون مواحدا لأنها في المجموعة الأولى السؤال الرابع ما العنصر الذي تتشابه خصائصه الكيميائية مع خصائص عنصر الفلور؟ أفتسعة رح نوزع التوزيع الإلكتروني لعنصر الفلور نين سبعة ورح نشوف أي عنصر بتتشابه خصائصه مع عنصر الفلور أولا رح نوزعهم توزيع إلكتروني الليثيوم نين واحد مغنيسيوم نين تمانية اثنين ونيتروجين نين خمسة ولكلور نين تمانية سبعة عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر الكلور تساوي عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر الفلور إذن الإجابة هي داع العنصر الكلور السؤال الخامس إلى أي الدورة من دورات الجدول الدوري ينتمي العنصر الذي توزيعه الإلكتروني نين تمانية تمنطعش تمانية ستة عدد الدورات تساوي عدد المدارات عنا خمس مدارات أو خمس مستويات للطاقة إذن في الدورة الخامسة السؤال السادس ما عدد الإلكترونات التي يكتسبها عنصر الفسفور بي 15 نحن نوزع التوزيع الإلكتروني 285 يكتسب 3 إلكترونات للوصول إلى حالة الاستقرار حتى يصير عدد الإلكترونات 8 في المدار الأخير بيحتاج 3 إلكترونات وشحنته هي سالب 3 إذن الإجابة ب سبعة ما المركب الذي يستخدم في عمل المربع ألف ملح الطعام باء الماء جيم ثاني أكسيد الكربون دال سكر المائدة ملح الطعام يستخدم في المخللات والماء هو مركب أساسي للحياة وثاني أكسيد الكربون يستخدم في عمليات الإطفاء إذن سكر المائدة هو الذي يستخدم في عمل المربع الإجابة هي دال سكر المائدة تمانية ما عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر المغنيسيوم توزيع الإلكتروني لعنصر المغنيسيوم هو 282 لأنه عدد إلكتروناته هي 12 إذن الإلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة في المدار الأخير وعددها يساوي 2 الإجابة هي ألف رقم 9 ما الصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد رح نحط رمز الأكسيد والحديد F-E-O وشحنة الحديد تساوي 3 وشحنة الأكسوجين تساوي 2 رح نبادل في الشحنات رح يصير عنا F-E-2-O-3 إذن الإجابة هي با السؤال العاشر ما المجموعة الأيونية التي رمزها NH4 موجب ألف الأمونيوم با النترات جيم البيربنغانات دال الكبريتات الإجابة هي ألف أمونيوم السؤال الثاني أدرس الشكل الآتي الذي يمثل مقطعا من الجدول الدوري الذي يحوي رموزا افتراضية وأستخرج منه ما يلي ثم أجب على الأسئلة التي تليه موجود عن جدول يحتوي رموزا افتراضية أولا بده منه عنصر نبيل العناصر النبيلة موجودة في المجموعة الثامنة أي عنصر موجود من المجموعة الثامنة عفوا يعاد عنصرا نبيلا مثل عنصر A الموجود في أعلى المجموعة الثامنة عنصرا قلويا العنصر القلوي موجود في المجموعة الأولى نختار عنصر من المجموعة الأولى وهو عنصر الام أو الرمز الافتراضي الام ثلاثة بدون مننا عنصر قلوي ترابي العناصر القلوية الترابية موجودة في المجموعة الثانية أي في العمود الثاني مثل عنصر أو مثل الرمز C والرمز Q موجودين في المجموعة الثانية يريد مننا عنصر هالوجيني العناصر الهالوجينية موجودة في المجموعة السابعة مثل الرمز Z عنصر يحتوي على 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير له 6 إلكترونات في المستوى الطاقة الأخير إذن في المجموعة السادسة الحرف G هو عنصر يحتوي على 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير عنصرا ينتمي للمجموعة الرابعة من المجموعة الرابعة سنختار عنصر نختار الرمز أو الحرف L عنصرا ينتمي للدورة الثالثة نعد الصفوف الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث نختار حرف R و حرف L موجودين في الدورة الثالثة عنصرا يقع في المجموعة الثانية والدورة الثانية المجموعة الثانية أي العمود الثاني ودورة الثانية أي في الصف الثاني مثل عنصر أو مثل الرمز C ما صيغة الكيميائية الناتجة من اتحاد C مع Z؟ C موجود في المجموعة الثانية وZ موجود في المجموعة السابعة رح يحصل عندنا CZ2 لأنه C أولا الصيغة الكيميائية رح نكتبها CZ C رح يفقد إلكترونين إذن شحنته موجة ب2 رح نحطها تحت الزل لأنه رح نبدل الشحنان وشحنة الزل هي واحد هي سالب واحد لأنه يكتسب إلكترون واحد فبنحطها تحت الزل إذن الزل بياخد شحنة الزل بياخد ال2 والسل بتاخد شحنة الزل بتاخد الواحد فبتصير CZN السؤال الثالث لديك العنصران X4 وY20 أجب عن الأسئلة الآتية اكتب التوزيع الإلكتروني لكل منهما توزيع الإلكتروني لعنصر X هو 2-2 والتوزيع الإلكتروني لعنصر Y هو 2-882 حدد موقع كل منهما في الجدول العنصر X يقع في الدورة الثانية والمجموعة الثانية لأن عدد مستويات الطاقة يساوي 2 وإلكترونيات التكافؤ تساوي 2 إذن في الدورة الثانية وفي المجموعة الثانية أما العنصر Y يقع في الدورة الرابعة والمجموعة الثانية لأن عدد إلكترونيات التكافؤ تساوي 2 فهو في المجموعة الثانية وعدد المدارات يساوي 4 فهو في الدورة الرابعة السؤال الثالث ما اسم المجموعة التي ينتمي إليها العنصر X والمعنصر Y مجموعة القلويات الترابية السؤال الرابع هل تتشابه الخصائص الكيميائية للعنصرين X و Y وضح السبب هل الخصائص تعتهم تتشابه؟ نعم تتشابه لماذا؟ لأنهما يقعان في المجموعة نفسها في الجدول الدولي لأنهما يقعان في المجموعة الثانية وهي مجموعة القلويات الترابية وهيك بنكون خلصنا حل أسئلة الوحدة الثالثة وحدة بنية الذرة بتمنى تكونوا استفدتوا ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكم كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة